فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وليس الغرض عين هذه المسألة وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادنين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته نعم هو أصل الكلام هو كلمة علي رضي الله عنه التي في أول السياق أنه لما رأى قوما قد سدلوا قال ما لهم كانهم البهر خرجوا من البهر أو البور وهي مدارس اليهود فالشيخ رحمه الله أورد ما ذكره الحنابلة في هذه المسألة قال رحمه الله فهر اليهود بضم مدارسهم وأصلها بهر وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فالس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم نعم فهر اليهود التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستنكرا هي مدارسهم مدارس اليهود ونحن منهيون عن التشبه باليهود وهم كانوا يلبسون هذه اللبسة في مدارسهم بما يدل على أننا مطلوب منا مخالفتهم في صفة الملابس فهر بإسكان هكذا نعم فهر أو فهر ترجمة نانسي قنقر